السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى ولك الحمد ولك الشكر عند الرضا ولك الحمد ولك الشكر دائما وأبدا الحمد لله في سري وفي علني والحمد لله في حزني وفي سعدي الحمد لله عما كنت أعلمه والحمد لله عما غاب عن خلدي الحمد لله من عمت فضائله وأنعم الله منطق العدد فالحمد لله ثم الشكر يتبعه والحمد لله عن شكري وعن حمدي اللهم إنا نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثنان عليك ولا نقدر وأنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم ولك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في الشدة والرخاء ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والأمان ولك الحمد على نعمة الأمن والإيمان جمعت شملنا بعد الفرقة وألفت بين قلوبنا حتى كنا بنعمتك إخوانا وامتننت بذلك علينا فقلت جل من قائل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا جمع الله به كلمة الأمة على الحق ودعاهم إلى التآلف والتكاتف وتوحيد الصف واشبههم بالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجهد بالحمى والسهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه النجباء أفقه الناس وأعلم الناس كانوا حريصين على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وغلق أي باب من شأنه أن يفرق المسلمين فرضي الله عنهم وأرضاهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم اجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في مستقر رحمتك كما جمعت قلوبنا على دينك الذي ارتضيته لنا وعصمنا ما أحييتنا من الفرقة والاختلاف بلية البلايا ورزية الرزايا وبعد أيها الإخوة الكرام محاضرة محاضرة هذا اليوم في موضوع في موضوع الساعة هو موضوع الساعة في وقت وزمان تتابعت فيه الفتن على أمة الإسلام وتكالبت أعداء الإسلام على المسلمين أخص منهم هذه المملكة المباركة وأهلها آخر معاقل الإسلام في هذا العصر أهل السنة والجماعة مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشكوا الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليفرقن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت الحديث في هذا الموضوع قد لا يروق لأعداء البلاد وأعداء الإسلام لأنه يهدم مخططاتهم فلا يستطيعون تحقيق مآربهم الخبيثة سوف أتحدث في هذا الموضوع بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وكلام علماء سلفنا الصالح إقامة للحجة وإبراء من العهدة فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما العصمة من مهاو الرداء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تظلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة ولن يتفرقا حتى يردى على الحوض أخرجه مالك مرسل والحاكم مسندا وصححا قال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته مقدمة في مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والحكام وإن اتباع طريق الصحابة رضوان الله عليهم وطريق علماء الأمة من السلف الصالح خير طريق للسالكين يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاية حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون والخطاب للمؤمنين وهم يومئذ المهاجرون والأنصار وأفراد قليلون من بعض القبائل القريبة وكان جميعهم قبل الإسلام في عداوة وحروب فالأوس والخزرج كانت بينهم حروب دامت مئة وعشرين سنة قبل الهجرة ومنها كان يوم بعاث والعرب كانوا في حروب وغارات بل وسائر الأمم التي دعاها الإسلام كانوا في تفرق وتخاذل فصار الدين فصار الذين دخلوا في الإسلام إخوانا وأولياء بعضهم لبعض لا يصدهم عن ذلك اختلاف أنساب ولا تباعد مواطن ولقد حاولت حكماءهم وأولي الرأي منهم التأليف بينهم وإصلاح ذات بينهم بأفانين الدعاية من خطابة وجاه وشعر فلم يصلوا إلى ما ابتغوا حتى ألف الله بين قلوبهم بالإسلام فصاروا بذلك التآلف بمنزلة الإخوان وقد امتنا الله عليهم بتغيير أحوالهم من أشنع حالة إلى أحسنها فحالة كانوا عليها هي حالة العداوة والتفاني والتقاتل وحالة أصبحوا عليها وهي حالة الأخوة ولا يدرك الفرق بين الحالين إلا من كان في السوء فأصبحوا في الحسن والناس إذا كانوا في حالة بؤس وضنك واعتادوها صار الشقاء دعبهم وذلت له نفوسهم فلم يشعروا بما هم فيه ولم يتفطنوا لوخيم عواقبه حتى إذا هي لهم الصلاح وأخذ يتطرقوا إليهم استفاقوا من شقوتهم وعلموا سوء حالتهم ولأجل هذا المعنى جمعت لهم هذه الآية في الامتنان بين ذكر الحالتين وما بينهما فقالت إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال المفسرون عند قوله واعتصموا بحبل الله تعالى معناه تمنعوا وتحصنوا به فقد يكون الاعتصام بالتمسك باليد وباتقاء الفتن وبغير ذلك مما هو منعه ومنه قوله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس واختلفت عبارات المفسرين في المراد في هذه الآية بحبل الله فقال ابن مسعود رضي الله عنه حبل الله الجماعة وروا أنس ابن مالك رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة قال فقبض يده وقال الجماعة وقرأ واعتصموا بحبل الله جميعا وقال ابن مسعود في خطبة عليكم جميعا بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وقال قتاد رحمه الله حبل الله الذي أمر بالاعتصام به هو القرآن وقال السد رحمه الله حبل الله كتاب الله وقاله أيضا ابن مسعود والضحاك وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض وقال أبو العالي رحمه الله حبل الله في هذه الآية هو الإخلاص في التوحيد وقال ابن زيد رحمه الله حبل الله هو الإسلام وعن العرباض من سارية قال صلى الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث هذا الموضوع كما هو معلن الاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة لأهميته أدخله الأئمة في كتب العقايد وقبل الحديث في هذا الموضوع أتوجه بالشكر الجزيل لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على رأسها معالي الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبداليز سديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع العاملين في هذا الصرح المبارك على إحسان الظن بأخيهم وثقتهم وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن عند الجميع وفي بداية هذا الموضوع أقول مستعينا بالله وحده الحديث في مثل هذا الموضوع ذو شجون ولكن نكتفي من القلادة بما يحيط العنق وأرتب الكلام عليه في وقفات الوقفة الأولى أهمية موضوع المحاضرة الوقفة الثانية ذكر النصوص من الكتاب والسنة وأقوار الصحابة والتابعين وعلماء الأمة الراسخين الوقفة الثالثة الاجتماع ونبذ الفرقة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية الوقفة الرابعة العواصم من الفرقة الوقفة الخامسة أثر الاجتماع في توحيد الكلمة وقوة اللحمة بين الرعية مع بعضهم وبينهم وبين الراعي على أمن الوطن واستقراره الوقفة الأولى أهمية موضوع المحاضرة أشرت في المدخل في موضوع المحاضرة أننا نعيش في عصر تكالب فيها أعداء الإسلام والمسلمين على المملكة العربية السعودية حكاماً ومحكومين وعلماء فأجلبوا بخيلهم ورجلهم وألسنتهم ينالون من عقيدة أهل هذه البلاد ويحاولون زرع الشقاق فيما بينهم فسخروا لتحقيق معاربهم الخبيثة جميعاً ما يمكنهم من سنان وقلم وبنان مستخدمين شتى الوسائل الإعلامية المقرؤة والمرئية والمسموعة وجندوا لها جند الشيطان ممن غسلوا أدمغتهم ولوثوا أفكارهم فعاثوا في الأرض فساداً فسفكوا الدماء المعصومة وأخربوا العامر وأهلكوا الحرث والنسل بأقوال وأفكار بدعوى الإصلاح قد تعجب الغر ومن بضاعته في العلم مزجات حيث وصف الله جل شأنه هؤلاء وأتباعهم بقوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثب فحسبوا جهنم ولبئس المهاد هذه الأفكار الخبيثة متأسرت في مجتمع فككت ودبت الفرقة بين أهله وانقسموا شيعاً وأحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون وبعد ذلك لا تسعل عن حالهم ومآلهم قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يتوعد الله تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه وكل أخذ لنفسه نصيباً من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئاً كاليهودية والنصرانية والمجوسية ولا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئاً ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه كما هو حال أهل الفرق من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والإتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفرعية ولأجل هذا وجب على العلماء بيان خطر الفرقة بيان خطر الفرقة ومصلحة الاجتماع والتلاحم العامة والتلاحم لعامة الناس إقامة للحجة وإبراء للذمة بما أخذ عليهم ربهم من عهد وميثاق وحذرهم من مغبة عدب البيان قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاقاً الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الوقف الثانية ذكر النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعلماء الأمة الراسخين الشواهد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسأل في علماء الأمة على موضوع هذه المحاضرة كثيرة جدا أذكر فيما يلي طرفاً منها أولاً النصوص من الكتاب الله تعالى المستحضرة في هذا الموضوع قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن باغت إحداهما عن لغوة أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيأ إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون وقوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراء كل حزب ما لديهم فرحون وقوله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبراء كل حزب بما لديهم فرحون وقوله تعالى ومن يشاقق الرسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ثانيا النصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية وأن عرفج رضي الله عنه قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وحديث العرباض المسارية رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله أوصنا كأنها وصية مودع قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وحديث حذيف بن يمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنها ستخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب أمرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحوط من ورائهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا فيرضى لكم وتعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بالله جميعا وأن لا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توادثنان في الله ثم يفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما ثالثا النصوص من أقوار الصحابة رضوان الله عليهم وأفعالهم ما فعله بن مسعود رضي الله عنه عندما صلى عثمان بمنى رضي الله عنه بمنى أربعة فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه منكرا على عثمان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمنى ركعتين مع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته ثم أتمها يعني عثمان ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ثم بن بن مسعود رضي الله عنه صلى فقيل له عبت على عثمان رضي الله عنه ثم صليت أربعا قال الخلاف شر وقال أيضا في خطبة الله عليكم جميعا بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الإختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي رابعا النصوص من أقوال التابعين رضي الله عنهم قال الحسن البصري رحمه الله لقد رأيت الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه تحاصبوا في المسجد حتى ما أبصر أديم السماء وإن إنسانا رفع مصحفا من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى ألم تعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه وكان شيعا وقلق تاد رحمه الله أهل رحمة الله أهل جماعة وإن تفرقت دورهم وأبدانهم وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم خامسا النصوص من أقوال العلماء الراسخين قال البغوي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل البدع والأهواء وقال الشاطبي رحمه الله الفرقة من أخص أوصاف المبتدعة وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين ويقول المزني عند قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات قال ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه وقال الطحاوي رحمه الله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الجماعة رحمه والفرقة عذاب وقال أيضا والاجتماع والاعتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله به في كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله وكون دعوة المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وأتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح التي لا تتوقف على الاحتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فإن الواجب على المسلم إذا رأى من يدعو إلى هذه الفرقة وهذه الجماعات وهذه الأحزاب وهذه التيارات أن يعيد الأمر إلى أهله وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه هذا هو الواجب على الإنسان أما أن يأخذ بالفتوى أما أن يأخذ الفتوى ويأخذ الأمر من غير أهله ففي هذا الوقوع في الاختلاف والتفرق والتشتت الوقفة الثالثة الاجتماع ونبذ الفرقة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية إن من عظمة الإسلام أن جاءت الشريعة الدالة على الاجتماع فشرع صلاة الجماعة وأجبها على الذكور البالغين القادرين من أجل أن اجتمع المسلمون كما شرع صلاة الجمعة ليكون اجتماعاً أوسع من الاجتماع للصلوات الخمس في مساجد متفرقة في البلد الواحد ثم شرع اجتماعاً أكبر من اجتماع الجمعة وهو الاجتماع لصلاة العيد وأوسع من ذلك اجتماع في عبادة الحج وهذا أكبر دليل على أن من مقاصد الشريعة الجمع عدم التفرق لأن في الاجتماع أهدافاً سامية ومقاصد نبيلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أهمية الاجتماع وخطر التفرق ففي حديث العرباض من سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله أوصنا كأنها وصية مودع قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الماهديين الراشدين تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي حديث حذيفة ابن اليوماني السابق ما تلوناه عليكم فهذه وصيته صلى الله عليه وسلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كانوا يسمعون هذا التأكيد وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة فعرفوا أهمية الجماعة فكانوا أول ما قاموا به قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم أن تركوه في غرفته ثلاثة أيام تركوه صلى الله عليه وسلم في غرفته ثلاثة أيام وذهبوا وأقاموا الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفترقوا ويختلفوا ولكي يعلم الجميع أهمية هذا الأمر وقد تبين لهم رضي الله عنهم أهمية هذا الأمر حينما حصل الذي حصل في عهد عثمان بن عفار رضي الله عنه من خروج الخوارج عليه ورفعهم راية الأمر المعروف والنهي عن المنكر عرفوا أهمية السمع والطاعة والاجتماع وعدم الاختلاف والصحابة رضوان الله عليهم هم أفقه الناس وأعلم الناس ولذلك كانوا حريصين على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وغلق أي باب من شأنه أن يفرق المسلمين والدليل على ذلك ما فعله ابن مسعود عندما صلى عثمان رضي الله عنه بميناء فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه فصليته مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين رضي الله عنهم جميعا ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته ثم أتمها ثم تفرقت بكم الطرق فلو ددت أن لي من أربع ركعتين ركعتين وتقبلتين ثم أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى أربعا فقيل له عبت على عثمان ثم صليته أربعة كأنهم يعيبون عليه ذلك لماذا تعيب على ثمان أربع ركعت ثم تصلي أنت أربعة قال الخلاف شر الوقفة الرابعة العواصم من الفرقة ما الذي يعصمنا من الفرقة مما يعصم المسلمين من الفرقة بعد التمسك بكتاب الله أمور منها بيعة لإمام يقود الأمة وهذا أصل أصيل عند علماء الإسلام قديما وحديثا أنه لا جماعة إلا بإمام فلا يتصور جماعة بدون ولي أمر يسوسهم ويقيم الحدود فيهم ويجمعهم على الصلاة وعلى الحج ويلزم من ذلك السمع والطاعة له وعدم الخروج عليه ما أقام فينا الدين إذ لا إمام إلا بسمع وطاعة ولما كان الأمر بهذه المنزلة أدخله الأمة في كتب العقائد وقد ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على هذا الأمر فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية وعن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه لأنه يفرق جماعة المسلمين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في من شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برآن وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري وعن أبي هريرة قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف رواه مسلم وعن أم الحسين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا رواه مسلم وفي لفظ له عبدا حبشيا مجدوعا قال ابن كثير رحم الله عند قولي تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم الظاهر والله أعلم أن الآية في جميع يولي الأمر من الأمراء والعلماء إلى أن قال فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء ولهذا قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته وأقول الأمر منكم أي فيما أمروكم من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله وقال الشيخ بن سعد رحمه الله ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين فإنه لا يستقم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والإقناد لهم طاعة الله وطاعة لله ورغبة فيما عنده ولكن بشروط أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولعل هذا هو السر في حذف الفعل وهو وأطيع عند الأمر بطاعتهم وذكره ما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله ومن يطعه فقد أطاع الله وأما أولي الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية ولهذا كان إحدى الخصائص التي تميز أهل السنة والجماعة من غيرهم أنهم يسمعون لولي الأمر ويطيعونه في المنشط والمكره ومما يعصم من الفرقة التزاما لأخوة الإيمانية والتلاحم فيما بين الرعية مع بعضهم وفيما بينهم وبين الراعي والابتعاد عن النزاع يقول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ويقول تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فلا شك أن من الأهمية بمكان أن نعلم فضل الاجتماع والترغيب فيه وخطورة الفرقة والتنازع والتحذير منها فالمسلمون مأمورون بالاجتماع وبمحبة بعضهم بعضا والسعي إلى ما تتألف به القلوب يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فالمؤمن ولي للمؤمن ولاية تقفض المحبة والمودة والنصيحة والتوجيه والدعوة للخير ويقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عن الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فالاجتماع بر وتقوى والتفرق إثم وعدوان ويقول سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أي بالإسلام أصبحتم إخوانا متؤدين بعد أن كنتم أعداء متفرقين ويقول جل وعلا لنبيه وأن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فأي تجمع على غير عقيدة الإسلام لا يمكن أن يتم ومآله للفشل فالاجتماع القوي الصحيح هو ذلك الاجتماع القائم على العقيدة الصحيحة ذلك الاجتماع الذي يهدف إلى عبادة الله وحده لا شركة له قال سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشك به شيئا وهو ذلك الاجتماع الذي يحرص على تلاحهم الرعية مع بعضهم البعض ومن ثم مع ولاة مولاهم الله أمرهم والسمع والطاعة وعدم الخروج عليه أو التحريض على ذلك بالقول أو الفعل ومناصحته في دين الله بالحكمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب أمرهم مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحوطوا من ورائهم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا تتفرقوا وأن تناصحوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال إن الدعوة إلى النظم الغربية بتشكيل الأحزاب والكتل والجماعات وتسمية ذلك ديمقراطية ومحاولة تزيين ذلك بالحرية هي الدعوة التي ذمها الله في كتابه وحذرنا ربنا تبارك وتعالى منها فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فيجب أن نجتمع وأن نتحرى الشيء الذي يؤلف بين القلوب ونبتعد عن كل ما يفرق الكلمة ويشتت أمر الأمة قال ابن عباس في قول تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال أمر الله المنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله فدين الله دين الاجتماع والخير فإذا خرج الناس من هذا الدين إلى الآراء الهدامة والأفكار المنحرفة تفرقوا شيعا وأحزابا وصار بعضهم عدوا لبعضهم يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا فتتحول الأمة إلى كيانات متناحرة وما حصل البلاء في الأمة في بلد من بلدان الدنيا إلا حينما تنازعوا واختلفوا وتفرقوا أحزابا وشيعا فنزغ الشيطان بينهم وحلت الأهواء والتشرض فيما بينهم وأهل دين الله أهل مودة وتناصح ومحبة في الظاهر والباطن يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا نسأل الله أن يجمع القلوب على طاعته وأن يعيذنا من الفرقة والاختلاف وأن يرزقنا جميعا لاجتماع على الخير والهدى إن أعداء الإسلام وأعداء بلادنا يعرفون وبدقة مكامن الخطر في أمة الإسلام ومن ذلك وحدتهم واجتماع كلمتهم وتصافي قلوبهم فيعملون على بذر الخلاف بين الأمة والتحريش فيما بينهم لإضعاف الكلمة وتشتيت الجهود وكسر الشوكة وإيهان العزيمة هذا شأنهم وهو ما يتوقع منهم وينسجم مع أهدافهم من العلو في الأرض والاستكبار فيها بغير الحق لكن شأننا أن لا نعطيهم الفرسقة وأن نسد أمامهم الأبواب ونردم دونهم الثغرات التي يتسللون من خلالها وأخطر من العدو الخارجي أن يمارس فعل الأعداء وينفذ مآربهم أبناء الجلدة واللسان والدين فينوبون عنهم في آداء المهمة ويحملون عنهم عبء المسؤولية قال العلماء والنهي عن التنازع يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك بالتفاهم والتشاور ومراجعة بعضهم بعضا حتى يصدروا عن رأي واحد وكذلك فإن الناهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور لأنهم إذا نهوا إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي ولما كان التنازع من شأنه أن ينشى عن اختلاف الآراء وهو أمر مرتكز في الفطرة بسط القرآن القول فيه ببيان سيء آثاره فقال تعالى بعد النهي عن التنازع ولا تنازعوا فتفشروا وتذهب ريحكم فحذرهم أمرين فحذرهم أمرين معلوم سوءا معلوم سوءا مغبتهما معلوم سوء مغبتهما وهم الفشل وذهاب الريح والمعنى وتزول قوتكم ونفوذ أمركم وذلك لأن التنازع يفضي إلى التفرق ويوهن أمر الأمة ولما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعية وبينهم وبين أولاة أمورهم أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول ومعنى الرد إلى الله والرسول الرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والنهي عن التنازع راجع للذين آمنوا فيشمل كل ما يمكن بينهم التنازع وهم من عدى الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا ينازعه المؤمنون فشمل هذا تنازع العموم بعضهم مع بعض وشمل تنازع أولاة الأمور بعضهم مع بعض وشمل تنازع الرعية مع أولاة أمورهم وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض في قضايا الأمة الكبرى وإذا نظرنا إلى ما ذكر في سبب نزول الآية نجد المراد ابتداءا هو الخلاف بين الأمراء والأمة ولذلك نجد المفسرين قد فسروه ببعض صوره فليس مقصدهم قصر الآية على ما فسروه به وأحسن عباراتهم في هذا قول الطبر يعني فإن اختلفتم أيها المؤمنون أنتم فيما بينكم أو أنتم وأول الأمر فيه والحاصل أن النزاع أصل كل شر والإتلاف أساس كل خير يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله فأخبر الله سبحانه وتعالى أن نأتلاف القلوب أن نأتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى ومما يعصم من الفرقة التثبت والتبين عند تلقي الأنباء وعدم نشرها أو ترويجها إلا بعد التثبت من صحتها فقد دعانا ربنا إلى التدبر والتفكر وأخذ العبرة مما حل في الأمم قبلنا وفي من حولنا في عصرنا من الأمم وقد امتن الله علينا بأمن وارف الظلال والناس من حولنا يتخطفون قال تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتْخَطَّفُوا الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وهذا الأمن الذي امتن الله به علينا يريد أعداؤنا تكديره فيرجفون عبر وسائل الاتصال الحديثة بتخويف الناس وبث الأكاذيب والإشاعات والنيل من علمائنا وولاة أمرنا وقد أرشدنا الباري إلى الموقف الواجب على المؤمن اتخاذه حيال هذه الأراجيف فقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ الوقفة الخامسة أثر الفرقة والتحزب واختلاف الكلمة على أمن الوطن لا شك أن الفرقة والتحزب واختلاف الكلمة لها أثرها السيء على أمن الوطن بل هي الحالقة وهي التي تذر الديارة بلاقع إن من يدعو إلى الفرقة بالقول أو بالفعل أو يحمل السلاح أو بالتحريض أو بالتحريش بين المؤمنين أو نحو ذلك هو ظالم لنفسه قد اتبع غير سبيل المؤمنين والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسولا من بعد ما تبين الولود ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يقول الشيخ عبداللطيف من عبدالرحمن بن حسن رحمه الله وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والظلال ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر منه من القوال والأفعال فإن الواجب على المسلم إذا رأى من يدعو إلى هذه الفرق وهذه الجماعات وهذه الأحزاب وهذه التيارات أن يعيد الأمر إلى أهله إلى أهله وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه هذا هو الواجب على الإنسان أما أن يأخذ الفتوى ويأخذ الأمر من غير أهله ففي هذا وقوع الاختلاف والتفرق والتشتت في هذه المسألة نجم عن هذا القول انتهى كلام الشيخ عبداللطيف رحمه الله إن الحفاظ على أمن هذه البلاد مسؤولية الجميع وكل مواطن على ثغر من ثغوره فالله الله أن توتى هذه البلاد من قبله اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وانصر به دينك وأعلي به كلمتك اللهم إنا نعوذ بك من شر أعدائنا ندرأ بك اللهم في نحورهم اللهم أفشي المخططاتهم ورد كيدهم وتدبيرهم عليهم ودمرهم به على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين